نذهب إلى آخر التطورات هذه الصور أيضا التي رأيناها لحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي سيد نتنياهو قال قبل قليل بأن نحن في حرب ولسنا في عملية وقال شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا قال قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها ولقد أمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الإرهابيين الذين تسللوا وأمرت بعملية كبيرة وتعبئة للاحتياطيات على نطاق واسع وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوك إذن هناك دعوة لي طبعا يعني مزيد من دعوات لقوات الاحتياط الإسرائيلي وقال نحن ليس في عملية بل في حرب وقال شنت حماس هجوما قاتلا مفاجئا ضد دولة إسرائيل ومواطنيها كما أمر أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الإرهابيين هكذا وصفهم الذين تسللوا وأمرتوا بعملية كبيرة وتعبئة للقوات الاحتياط على نطاق واسع وسيدفع العدو ثمنا غير مسبوك هذا حديث كان رئيس الوزراء الحالي سيد نتنياهو ورئيس الشكومة اليمنية المتطرفة كما وصفها حتى الداخل الإسرائيلي وكثير من التخوف حقيقة من ردة فعل قوية سواء كان عبر الجو أو ربما عملية برية إسرائيلية سيد شلومو كيف رأيت حديث رئيس الوزراء نتنياهو بالطبع أنت قلت أن حتى المعارضة التي تختلف معه هي تقف وراءه اليوم نتحدث عن مواجهة فلسطينية إسرائيلية واضحة إهانة للجيش العسكري الإسرائيلي المدعوم من قبل قوى عالمية كبيرة ولكن استطاعت حركة حماسة الدخول وتحقيق نصر وأن كان على المستوى الشاشات والتقارير على المستوى الإعلامي والأمور تتجه ربما إلى أسوأ